اشتركوا في القناة والساعتها جيوان بتبدأ تشرح لهم بكل حاجة حصلت وبتقول لهم انها راحت علشان تساعدوا في شائطه الجديدة وبنعرف وقتها انها كانت مستغرب علشان عرفت انه بيتعلم في مدرستها الاولى وانها شافت صورة حبيبها السابق موجودة معا وبتكون جيوان خايفة حبيبها السابق يعرف بعلاقتها مع صاحبه بسبب انه هيقوله على مضيها وهتكون محرجة وبعدما كيو بيروح يتكلم مع جيوان وبيقولها تقعد معا بيلاقيها بدأت تتوتر وبتقوله انها عايزة تمشي وبيكون كيو مستغرب من تصرفاتها ومش فاهم حاجة بس جيوان بتقوله انها تروح تعمل الأكل لأخوها تونك وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبنشوف جيوان كانت بتتكلم مع صاحبها وبتقوله انها عايزة تباعد عن كيو علشان ما يعرفش مضيها وبتكون صاحبتها جريها شايفة ان طريقة تفكيرها غلط وانه مش لازم تنفصل عن كيو بسبب مضيها مع حبيبها السابق والساعة جيوان بتقولهم انها خايفة تكون معه في يوم من الأيام وان حبيبها السابق شوفها كانت معه ويحكيله عن مضيها وبنشوف بعدها صديقتها سيلين التانية بدأت تتكلم معاها وبتقولها انها لازم تفضل مع كيو علشان تدايق حبيبها وبتكون جيوان مستغربة من كلام صحبها وبتفكرون باليوم اللي فصلت فيه عن حبيبها والساعة بنعرف ان جيوان رحت له بالليل وتخانقت معاه بسبب ان مش بيرد عليها وبيصار ان حبيبها كان مددهي من طريق تعملها معاه وبيقولها ما تفضلش تضغط عليه وتخليها في نفسها وبتبدأ بعدها جيوان تتخانع معاه وتضربه لكنه في الآخر بيقفها وبيقولها انه عايز انفصل عنها وبيقولها كمان انه كان بيصار مع البنات علشان يدهيقها وبتفضل جيوان تعيط وبتقوله ما يتخلاش عنها وبنعرف ساعة تاني جيوان مش عايزة كيو يعرف بنوضيها علشان كانت بتتعيط وبتترجع حبيبها ما يبعدش عنها وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبنشوف جوريا بدأت تتكلم معاها وبتقولها تتأكد الاول اذا كان كيو يعرف حبيبها السابق وبنشوف بعدها جيوان راحت لكيو بتتكلم معاه وبتطلب منه يحكي لها عن صحابه في المدرسة وبعدما كيو بيقولها انه ما عندوش صحاب كتير وبيمشي بتبدأ وقتها جيوان تتواصل مع صحابتها وبتقولها انها كانت فاهمة غلط وانه ما عندوش صحاب وبنشوف بعدها كيو راح له وبتكلم عن صحابه وبتعرف جيوان انه حبيبها السابق وبتقول اسمه بالغلط والساعدة كيو بيعرف انها تعرف صحابه وبيطلب منها تحكيله زي تعرفت عليه والساعدة جيوان بتبدأ تتوتر وبتكون مش قادرة تكتب عليه وبتقوله انها كانت حبيبته لكنه منفصله في الاخر وما بقوش مع بعض وبتقوله كمان ان اللي حصل كان من فترة لكنها دلوقتي بتحبه هو ومبسوطة معاه فبيقولها كيوان متفاهم موقفه ومعندوش مشكله وانه مش مهتم بالمضيه وبيحبها هي وبنلاحظ وقتاني جيوان كانت مبسوطة وبتبدأ انها تهزر معاه وبتتحك وفي ثاني يوم بنشوف صاحبتها جوريا كانت في مكان شغلها وبتكون متضايئة من الزبان اللي بتسألها لعايشة لوحدها وبنشوف بعدها جوريا راح تتحكي لصحابها باللي حصل معاها وانها متضايئة من الناس اللي بتتكلم في حياتها الشخصية وبتقولهم كمان انها مختاركش تكون لوحدها وان حظها وحش ومقدرتش تتعرف على الشاب يحبها وببعض اللحظات بنشوف جوريا بدأت تاكل مع صحابها وبتحكي لهم عن الشباب اللي تعرفت عليهم وفشلت والساعة بنعرف ان جوريا كان حظها وحش في كل مرة وان الشاب اللي طلب رقم موبايلها كان متراهن مع صحابه وبيكذب عليها وبتكون جوريا متعصبة من اللي حصل معها وتبدأ تزاع عليهم وبيكون الشاب وصحابه خيفين منها وبيهربوا وفي يوم بنشوف جوريا كانت بتتكلم مع حبيبها اللي طلب يقبلها لكنه لما بيشوفها متبادلة بيمشي من المكان وبينفصل عنها وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبنشوف جوريا وسيلين كانوا بيتحكوا عليها بسبب ان حظها وحش مع الشباب وبقيت الوحدها وبعض الحظات بيوصل للبيت تنجو اخو جوريا انه بقالها كتير مش شايفة وبيكون تنجو سامة جوريا وهي بتقول ان حظها وحش وبيعرف انها محبتش شاب لغاية دلوقتي وبيبدأ بعدها تنجو يتكلم معاها وبيقولها ان حظها مش وحش وان المشكلة كانت في الشباب اللي تعرفت عليهم وبعد ما تنجو بيسيبهم وبيمشي بنلاحظ وقتها جوريا كانت مستغربة من كلامه وبتفكر انه قلها كده علشان ما تفتلش مبداية وبعض الحظات بنشوف جوريا كانت ماشية مع صاحبتها سيلين وبتعرف انها هتروح بكرة تقابل حبيبها وفي تاني يوم بنشوف سيلين راحت تقابل حبيبها سوكو بنعرف انها تمرنت معاه وبيصار انها كانت سامع البنات اللي بتتكلم عليها وبيكون سوك سامع البنات هو كمانو بالايهم بيقولوا عليها تخينا لكنو مش بيهتم الكلامهم وبيبدأ يتكلم مع حبيبته سيلين وبعد ما سوكو بيقولها انو عايزها تروح معاها لشان يأكل مع صحابه بتقوله سيلين انها هتبدأ تتريط علشان تنزل وزنها وتروح معاه ومع مرور الوقت بنشوف جوريا وجوان بدأوا يأكل مع بعض وبيتكلموا عن صحبتهم سيلين اللي ماشي على نظام غزائي وبعد مرور عدة ايام بنشوف سيلين بدأوا يتزبط نفسها و بتعمل ميكوب وبتروح بعدها للمطعم وبتقعد مع حبيبها سوك وبتلاقي بعدها صحاب سوك بدأوا يتريعوا عليها كالعادة وبتحاول انها تتحكوا وتعملش مشكلة وما سيلين بتلاقيهم بدأوا يتحكوا على صحبها سوك بتبدأ بعدها تتخانق معهم و تمشي مع سوك وبتلاقي وقتها سوك بدأوا يتكلم معها و يسأله عن اللي عملته لكنها بتقولوا انها مش عايزة حد يتنمر عليهم وبتقولوا بعدها انها مبسوطة معاه ومش مهتمة لكلام الناس وبيبدأ سوكي هزر معاه وبيكونوا مبسوطين وبعد كم يوم بنشوف جيوان وصحبها راحوا يأكلوا مع بعض وبتقولهم جيوان ان حبيبها كيو مش بيتكلم معاه عن حياته الشخصية وبتقولهم كمان انها بتحاول تتكلم معاه عن حياته ومش بيرد عليها لكنها مبسوطة معاه ومعندهاش مشكلة وبنعرف وقتان جيوان راحت في يوم لبيته وفضلت معاه وانها وقعت وكسرت اللعبة بتاعته بالغلط وبنلاحظ وقتان كيو ما كانش زعلان منها وبيقولها انه هيصلح اللعبة ما فيش حاجة حصلت وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبنشوف صحبتها جوريا كانت متضايقة وبتقول انها عايزة يكون عندها حبيب زي صحبها وبعد لحظات بنشوف كيو وسوك راحوا يقعدوا مع جيوان وصحبها وبيدهم الاكل اللي شاروها علشان يحتفلوا وبنلاحظ وقتان جوريا بدأت تتضايق من صحبها وبتتمنى انه يكون عندها حبيبه وتفضل معه وبتلاحظ بعدها جيوان ان هما محتاجين اكل تاني وبتروح مع حبيبها كيو علشان يشتروا الاكل وبعد ما جيوان بتروح مع صحبها علشان يشتروا اكل بيلاغوا حدي كان متعصب وبتخانق مع الموظفة وبيكون كيو متعصب من الراجل وبيبدأ يتخانق معاه لكنه مش بيهتم الكلام وبيقوله يخلف نفسه والساعدة الراجل بيلاقي الناس بداية تتصوره وبيكون خايف وبيمشي بعدها من المكان ومش بيعمل حاجة وبعض لحظات بنشوف جيوان بدأت تتكلم مع كيو وبتشكره علشان ساعد الموظفة ودافع عنها فبيقولها كيوان مش بيحب الانسان المتنمر وانه بيحب يساعد الناس الضعفة وبالليل بنشوف تنجي اخو جيوان كان بيبص الصور جوريا وبيكون باين عليه انه معجب بيها وفي تاني يوم بنشوف جوريا كانت في مكان شغلها وبتلاحظ انه في شاب بيتكلم مع بنته في الموبايل وبعد ما جوريا بتروح للزبونة اللي عندها وبتتكلم معاها بتحكي لها عن الشاب اللي شافته بيتكلم مع حبيبته وبتكون جوريا مش عارفة ان الزبونة تباها حبيبة الشاب الاولى وبتروح بعدها الزبونة لحبيبها وتتخانق معاه وبعد ما جوريا بتلاقيهم بدأوا يدربوا في بعض بتحاول انها توقفهم وبتفشل وبعض لحظات بنشوف صحبة المكان بداية تتخانق مع جوريا بسبب انها بتعمل مشاكل بين العملاء والساعدة جوريا بتعتذر لها بسبب اللي حصل وبتروح بعدها تتواصل مع صحابها وبتطلب منهم يأكلوا مع بعض وما جوريا بتلاقي جيوان وسيلين بتأسفوا لها بيكون باين عليها مدائية علشان هتسهر لوحدها وبنشوفها بعدها راحت تاكل وبتسهر لوحدها وبتلاقي تونج زهر بالصدفة وبيتكلم معها وبتكون جوريا مستغربة من اللي حصل وبتسأله إذا بيمشي وراها لكنه بيقولها أنه عايز يأكل ومش مهتم بيها وبعض لحظات بنشوف جوريا بداية تتكلم معه وبيتحكه وبيكون باين عليها أنها بدأت تعقب بيه والساعة الجوريا بتروح للحمام وبتفضل تفوأ نفسها وبتقوله أنه ما ينفعش تعقب بيه وتحبه وبتتخيل لوحدها وصحبتها جيوان عرفت أنها بتحب أخوها وأنها تكون مدائية منها وهترفض علاقتهم وبتكون جوريا مش عايزة تخسر صدقتها مع جيوان وبتقرر أنه الأفضل تبعد عنه ما تفكرش فيه وبنشوف بعدها جوريا راحت لتونجو بتلاقيش كان عايز يوصلها لكنها بترفض وبتقوله أن ضرقها مختلف وفي الوقت ده بنشوف مون حبيب جيوان السابق كان بيبص على صورها وبيكون عارف أنها حبيبة صاحبه كيو وفي تاني يوم بنشوف جيوان كانت قاعدة مع صحبها وبيحتفله وبتلاقي مون ظهر لها تاني وبتبدأ تتوتر وبتحاول وقتها جيوان أنها تتجاهل اللي حصل وتحتفل مع صحبها بس مون كان بيفضل يتكلم معها طول الوقت وبعد ما جيوان بتلاحظ أن مون عايز يرجع لها بتبدأ بعدها تتكلم مع صحبها بصوت عالي وبتقوله أنها بتحب كيو مش هتقدر تسيبه وبعد ما جيوان بتروح لمكان الحمامات وبتقعد مع نفسها بتبدأ وقتها تفكر اللي حصل معها وبتقرر أنها مش هترجع للمون تاني وبنشوف بعدها مون بدأ يضردها وبيكون عايز يترجع له لكنها بتبدأ تهزأه وبترفض تكون حبيبته وبيصار وقتها أن صحبها كانوا شايفينها وهي بترفضه وبيقول لها بعدها أنها عملت الصح وبنشوف بعدها جوريا كانت ماشية مع صحبها وبتلاحي تومك بعد لها رسالة وبيطلب يقابلها وبعد ما جوريا بتعرف أن جيوان وسيلين هيروحوا يأكلوا مع بعض بتقولهم أن عندها شغلة مهمة ومش هتقدر تروح معهم وفي تاني يوم بنشوف سيلين كانت ماشية في الأكاديمية وبتلاحي سوك بعد لها رسالة وبيطلب يقابلها وبتكون سيلين مبسوطة وبتروح علشان تقابله بس وقتها بتلاحي بنت جميلة وبتكون مصدومة والساعة ابنعرفت انها شافتها في يوم كانت تتكلم مع سوك وانها كانت شكة يكون بيخنها وبيطلاقي بعدها البنت الجميلة كانت تتكلم مع سوك في الموبايل وبتتأكد وقتانه بيخنها وبيتحك عليها وفي الواقت ده بنشوف جيوان وجوريا كانوا في البيت مع بعض وبيحضروا مفاجئة لسيلين بنسبة يوم ميلادها وبعض الحظات بنشوف سيلين كانت بتتكلم مع سوك وبتقوله انها تكلمت مع البنت الجميلة وعرفت كل حاجة ويحاولوا أتاء سكن يشرح لها ويقولها إنها صديقته بس سيلين بتقوله إنها عايزة تنفصل عنه وبعد ما سوك بيقولها إنه راح معاه علشان اشتري لها هدية يوم ميلادها بتقوله سيلين إنها عارفة إنها مش جميلة وبتطلب منه يشوف حياته بعيد عنها وبتعرفوا بعدها إنها مسدها كلامه ومش بيخنها لكنها بتمشي وبتتمنى له السعادة بعيد عنها وبعض الحظات وبترح سيلين وصحبها البنات وهي بتعيط وبتلاقيهم كانوا بيحتفلوا بيوم ميلادها وبتبدأ بعدها سيلين تحكي لهم باللي حصل معاها وبتفضل تعيط طول الوقت ومش بتحتفل معاهم وبتاني يوم بنشوف سيلين راحت لسوق علشان تعتزر له على اللي حصل بس بتلاقيه كان بيقولها نفكر في كلامها وإنه مش هيكون زعلان لو بيت عنها والسعادة سيلين بتأخذ الحاجات اللي كانت معاه وبتمشي وبتبدأ بعدها تعيط بسبب اللي حصل لها وفي الوقت ده بنشوف جوريا كانت بتتكلم مع جوان بتعترف لها بكل حاجة وإنها بتحب أخوها تونك وعايزة ترتبط بيه والساعتها جوان بتتعصب وبتفضل تتخانق معاها وبتقول لانا علاقتها مع أخوها تدمر صدقتهم مع بعض وبتروح بعدها سيلين أصحبها وهي بتعيط وبتلاقيهم كانوا بيتخانقوا وبتحاول تهديهم وبتكون جوان مدقيق متصرف جوريا وبترفض تتفاهم موقفها وبتمشي بعدها من المكان وهي متخنقة معاها وبعد مرور عدة شهور بنعرف ان هما فضلوا متخنقين ومش بيتكلموا وبتروح بعدها جوريا علشان تشتريها إيس كريم وبيظار وقتاني جوان كانت موجودة وبتشتريها إيس كريم وبتكون شايفة جوريا صحبتها ومستغربة وبيظار ان جوريا كانت مسلومة هي كمان وبتفضل تبص نحيتها وبيكون باين ان هما هيرقعوا صحاب زي الأول الفيديو ده كتبوا عمر وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكمان تابعونا على قناة أنمي في ثواني علشان تشوفهم لخصة الكارتون وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف ويعملوا لها فولوهية كمان سلام موسيقى